الحمد لله أبو العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله مبعد في النصدق الحديث كتاب الله وخير الهد من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشره موهي محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحمد الله سبحانه وتعالى وفضل من الله وصلنا إلى تفسير سورة يوسف بلأنا تقريبا من ست سنوات سورة البقرة وسبحان الله بكم وإن بغى الإنسان يستغل عمره فيما ينفع فيما يبقى والذي يبقى هو العمل الصالح هذا الذي يبقى أما أمور الدنيا فكلها ذاهبة قال عليه الصلاة والسلام يتبع ابن آدم ثلاث في الجنازة يتبعه ثلاث أهله وماله وعمله وعمله يرجع اثنان ويبقى معه واحد يرجع أهله وماله ويبقى معه وعمله فلوسك اللي جمعتها أهلك اللي حرص عليهم وجمعاتهم وزواراتهم هذا كله يرجع ما يقعد إياك في القبر الذي يبقى معك في القبر هو العمل سواء الصالح أو غير صالح فالإنسان يحرص على الأعمال الصالحة مجالس الذكر خاصة الأمور التي تتعلق بالقرآن قال عليه الصلاة والسلام مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم وإحنا إن شاء الله هذا ننطبقه نتدارس كتاب الله وإحنا في بيت من بيوت الله إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة ما معناته؟ معناته في ناس تحفهم الشياطين والعياذ بالله لكن مثل هذه مجالس تحفها الملائكة وبعد وذكرهم الله في من عنده رب العالمين يذكرك مقابل ماذا؟ تجلس جلسة ربع ساعة نص ساعة ساعة يكون فيها ذكر لله طيب صورة يوسف يوسف طبعا هو نبي من أنبياء الله نبي من أنبياء الله لمسوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس؟ من أكرم الناس؟ قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وفي رواية يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله سلسلة من الأنبياء قال لا يا رسول الله مو عن هذا اللي نسألك قال تسألوا عن معادن الناس والله هذا أصلي والله هذا مو أصلي طيب فالنبي عليه الصلاة وسموا الله فيهم خيرهم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوه هذا الميزان عند الله العائلة فلانية القبيلة الفلانية من غير دين والله ما ينفع لو كانت العائلة والقبيلة تنفع من غير دين لنفعت من؟ لنفعت أبا طالب ولكنه في نار جهنم معنا من أفضل قبال قريش قرشي هاشمي ما نفعه هذا النسب واللي نسبه غير مثلا ما يعتبر أي شي عند العرب رفعه الله في علين مثل بلال أبو الرباح من وين؟ حبشي لكن عند الله غال يعني غالي فيوسف عليه الصلاة والسلام الصديق النبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي سميت صورة هذه باسمه وهي الصورة الوحيدة أو النبي الوحيد اللي جاء ذكره كاملا في صورة واحدة يعني مثلا موسى عليه الصلاة والسلام لا تلقى شوية مذكور صورة النازعات صورة القصص صورة البقرة بس يوسف عليه السلام صورة كاملة قصته كاملة موجودة نعم له ذكر في غير صورة يوسف منذ صورة الأنعام لكن من غير ذكر القصة جاءت في صورة يوسف عليه الصلاة والسلام الصورة طبعا مكية الصورة مكية ابتدأه الله سبحانه وتعالى بقوله ألف لام را وهذه الأحف المقطعة كما ذكرنا سابقا كلام الشيخ بعثمين أن لها مغزة وليس لها معنى لها مغزة وليس لها معنى يعني بذاتها شلو معنات ألف ما لها معنى ما لها معنى حفل ألف لم را كاف ها طا ها ياسين ما لها معنى ولكن يقول لها مغزة شنو يقصد يعني كأن الله يقول للعرب يا معشر العرب أنا أتحداكم بلسانكم بأحرف أنتم تعرفونها أحرف اللغة العربية 28 أنتم تعرفونها رب العالمين ما أنزل القرآن بلغة عربية بأحرف غير التي يعرفوها العرب بنفس الأحرف ويلا جيبوا لي قرآن مثله جيبوا لي بصورة من القرآن ولو اجتمعوا الإنس والجن ما فعلوا ولن يفعلوا تلك آيات الكتاب المبين وهذا العادة أنه لما رب العالمين يذكر الأحرف المقطعة يذكر بعدها القرآن أو شيء لا علاقة بالقرآن فهذا يعزز القول أن هذه الأحرف تحدي للعرب تلك طبعا تلك هذا شيء لإشارة شيء بعيد وهنا المقصود شيء مرتفع من السمو تلك آيات الكتاب المبين القرآن آياته مبينة وبينة وليست غامضة هم كتاب فيزياء تعال هذا شنو معناتها القانون ولا كيميا شنو مقصود بالحرف هذا الرقم هنيم ما تدري بعد مرات في ستة لاسم تحتاج المدرس تحتاج الدكتور يشرح لك أما القرآن فهو مبين لصاحب اللغة العربية وبين ما يحتاج إلى سحرة ولا كهنة ولا شعراء يشرحونه بين آياته واضحة تلك آياته الكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إذن هذه الآية من أدلة على علو الله القرآن من وين من عند الله طيب شون معناتها ما يقول إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ يعني من علو وهناك أدلة كثيرة مئات بل يمكن أكثر من ألف دليل من القرآن على علو الله إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في أي ليلة؟ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في ليلة القدر في ليلة مباركة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أنزل صحف إبراهيم في الليلة الأولى من رمضان والتوراة في الليلة السادسة والإنجيل في الليلة ثلاثة عشر والقرآن في الليلة أربع وعشرين يعني قد تكون ليلة القدر في ليلة زوجية مو شرطة تكون في وتر نعم احتمالية أكبر في الأوتار احتمالية أكبر في سبع عشرين لكن ممكن تكون في ليلة زوجية فعلى المسلم أن يحرص على الصلاة في كل الليالي من الليالي العشر نحن لا أسأل بعد المرات شو يصير؟ ليلة واحد عشرين يوم ناس زيادة ليلة اثنين عشرين كسلوا ثلاثة عشرين زيادة طبعا أكثر شيء سبع عشرين يحرص على الصلاة في كل الليالي ما تدري أنت وين ليلة القدر إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا مَادَا؟ عَرَبِيَّا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن بأشرف لغة في أشرف بقعة وهي مكة على أشرف نبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق أشرف ملك وهو جبريل عليه السلام في أشرف زمن وهو شهر رمضان في أشرف ليلة وهي ليلة القدر إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّا لُغَةُ القُرْآنًا عَرَبِيَّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فهذا القرآن يتدبر من له عقل من يريد ويبحث عن الحق هذا أمر مهم جدا الذي يبحث عن الحق سيجد ما يريد في القرآن لكن إنسان معرض ما يبي معاند هذا ما راح ينتفع بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد هدى للمتقين إنسان معرض ما ينتفع لو تنزل عليه الآيات ما ينتفع بهذه الآيات لكن إنسان عندها عقل ويبحث عن الحق سينتفع من هذه الآيات ثم قال الله صبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص ورد سبب نزول أنزل الله صبحانه وتعالى القرآن الآية الآية بعد الآية ثم قال بعض الصحابة يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص يا رسول الله لو حدثنا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثالي فهذا سبب نزول في هذه الآيات نحن نقص عليك أحسن القصص قصة عظيمة شلون فيها أحداث يوسف عليه الصلاة والسلام مع أخوته يوسف في قصر الملك القصر العزيز مع زوجته مع النسوة تفسير الحلم يعني أشياء وأحداث عجيبة فيها عبر لمن يتفكر ويقرأ ويستفيد من هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص قصص القرآن أحسن القصص أسف يأتي وقت معرض الكتاب تشوف الناس تنهد على الروايات عجيب والله شنو فيها الروايات من الكاتب ما تعرفه شنو الكاتب ما تذكر شلي كاتبه ولا ما فيه أي فائدة لا في دين ولا دنيا بس يابون الكتاب ووقع عليه الكاتب وعرض بكثير من الناس عن كتاب الله الذي فيه القصص الحق القصص الحق فيها فوائد وعبر وأجر لما تقرأها يجب علينا كمسلمين نقبل على كتاب الله نقرأ القصص القرآني نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ما كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني غافلا ما يعلم هذا الأمر من غير وحي نبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب فكان غافلا عن هذه القصة قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى علي القرآن لما أنزل الله عليه القرآن صار عنده علم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال الله سبحانه وتعالى يبتدأ القصة إذ قال يوسف لأبي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين هنا لفتة تربوية يقولون أن يوسف عليه الصلاة والسلام أخبر والده بهذه الرؤية قال هذا يدل على ماذا؟ مثل ما احنا نقول إنه فيه ميانة بين الولد وأبوه وهذا أمر مهم إنه ولدك يأتي إليك ويخبرك بأمور خاصة إذا كان ولدك ما يقول لك الأمور الخاصة يقولها حق رابعة معناته في مشكلة ليش ولدك ما ييلك ويقول لك الأمور الخاصة؟ معناته ماذي ميانة أنت مو ما أعطي وي أنت مو ما أعطي وقت مو ما أعطي أمان لكن لما ولدك إذا صارت لمشكلة وأخبرك بهذه المشكلة واستشارك وخلي نقول بث وفض فضلك مش معناته؟ معناته الأمور طيبة لكن إذا صار شيء يهم ولدك وما جالك وراحق ولد عمه ولد خاله راحق رفيجه راحق ومن درس معناته في مشكلة في العلاقة بينك وبين ولدك لازم تصلحها فهنا يوصف عليه الصلاة والسلام على ناقته زينب بأبيه يعقوب فلذلك أخبره يعني شوف بالعادة الواحد شنو؟ إذا شاف شيء بالمنام يروح يقول حق أخوه ما يقول حق أبوه بس هذه الآية تدلنا على ماذا؟ أن العلاقة قوية بين الأب والولد وهكذا ينبغي هكذا ينبغي أنك تكسب ولدك أنك تكسب ولدك تخلي ولدك يرجع لك أنت أمان له أنت محل ثقة المفروض تصير له لأنه إذا كلم أخوانا بالأمور الخاصة أو ربعة يمكن يضللونه يحسدونه وهذا اللي حدث هم ما عرفوا عنه الرؤية ويحسده إذ قال يوسف لي أبيه يا أبتي وهل طبعا هذا من الأدب أن الولد يكلم أباه بأدب يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبه طبعا المقصود أنه رأاهم في المنام إني رأيت أحد عشر كوكبه والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فبالنسبة ليعقوب عليه الصلاة والسلام الأمر الآن واضح الشبس والقمر الأب والأم أحد عشر كوكبه أخوانك أخوانك 11 وانت 13 فبالنسبة لي يعقوب اتضح الأمر إنه راح يصير إكرام من أخوانك وأمك أبوك لك فأنت راح يصير لك مكانه بالضبط يمكن يعقوب عليه الصلاة والسلام معرف تأويل الرؤية بالضبط إنه شنو الموضوع شنو راح يصير لكن بالنسبة له الرؤية واضحة أنا فيها إكرام ليوسف عليه الصلاة والسلام ورف لمكانة يوسف أمام أبوه أمه أخوانه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبه والشمس والقوى رأيتهم لي ساجدين ثم قال قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك شوفوا شلون الاحترام المتبادل الولد يقول حقبوه يا أبتي والأب يقول لابنه يا بني فيصير احترام متبادل رحمة من الأب إلى الأب واحترام من الأب ابني إلى الأب ما قال يا هذا ولا كذا ولا سب ولا لعن ولا احتقار ما فيها الشيء هذا في التربية الصحيحة احذر أن تنادي ولدك بما يحقره بأسماء الحيوانات ما يجوز ولدك تكرمه نعمة ترى هذا من رب العالمين الولد والبنت فتناديه بكلمة بكلمة إكرام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك يعقوب فهم الوضع وعارف الوضع يعقوب عليه الصلاة والسلام شلون الوضع أن يوسف يعني يذكرون في الإسرائيليات أن يوسف واخوه بن يامين شقاء وباقي الأخوة العشرة غير شقاء أخوة أخوة لعلات يعني من أب وأم ثانية ويوسف بن يامين الأصغر والباجي أكبر فطبيعة حب الأب يكون للأصغر عادة لكن ما كان يظلمهم يعقوب عليه الصلاة والسلام أخواني الكرام في حب فطري قلبي الوحل ما يسيطر عليه يعني اللي عنده اللي عنده عيال واضح بالنسبة له أنت يكون عندك خمسة بس في واحد تحبه أكثر من غيره أنت يكون ما تفرق بينهم مثلا المصروف تعطيه من نفس المصروف تشتريه من نفس اللبس توكم نفس الأكل ما في مشكلة بالعدل الظاهر لكن قضية العدل القلبي المساواة القلبية تقدر تسيطر عليها ما تقدر ما تقدر يا جماعة هذا أحب أكثر من أخوانا يا أخي هذا دم خفيف يا أخي هذا طلتها حلوة ولا هذا البنت ما شاء الله مطيعة فيكون في حب فطري ما تسيطر الداخلي ما تسيطر عليه ما يلام عليه العد يعني رب العالمين ما رح حاسك يعاقبك على هذا الحب فكان يعني حب يعقوب عليه الصلاة والسلام زائد ليوسف على باقي إخوانا من غير ظلم زائد فيعقوب خايف هم ملاحظين هذا الحب وخايف يعقوب عليه الصلاة والسلام على ولده قال يا ابو ني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ليش إن الشيطان للإنسان عدوب ومبين يا ولدي دير بالك الرؤية هذه إذا قلت حق إخوانك رح يفهمونها إن أنت رح تصعد فوقنا أنت مرتبتك رح تصير عالية فيكيدوا لك كيدا يسولك خطة يدبرون شيء ضدك والسبب والسبب الشيطان موجود إن الشيطان للإنسان عدو وبعد شنو مبين عدو تواضحة فأكيد إذا قلت حق إخوانك مباشرة إن الشيطان رح يوسوس لهم هذا أخوكم يوسف الحين شافت شديد معناته أكيد هذا بيصير وزير بيصير ملك وإنت وراح يحطكم تحت ريولك ريوله ويذلكم وكذا يوسوس لهم الشيطان فيقتلونك إن الشيطان للإنسان عدو مبين ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك يجيت بيك ربك يعني يختارك ويصطفيك وكذلك يجيت بيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث أعطى الله سبحانه وتعالى يوسف قضية شنو تأويل الأحاديث اللي هو تأويل الرؤى وتأويل الرؤى يعني ذكر بعض العلماء إن هذا من الأمور اللي ما تأتي بالاكتساب يعني كثير من الناس شنو قبل كم يوم شخص دزلي كتاب تفسير رؤية تفسير الأحلام ما أدل والله من المؤلف شيخ هذا زين عشان تفسير الأحلام قلت لهم الشيء الأول إن فيه كتاب تفسير مشهور لابن سيرين زين يعني هذا ينسب إلي العلماء طاعنوا إنه نسبتها إلى ابن سيرين لكن معروف بتأويل الأحلام تفسير الأحلام الشيء الثاني إنه قضية تفسير الأحلام ما تأتي بالاكتساب هذا سبحان الله شيء يلقيه الله في قلب المفسر فراسة تصير يعطي الله سبحانه وتعالى بعض الناس فدير بالك أنت لا تأخذ لك كتاب تفسير وتقرأ إذا طاح ضرس معناتها موت إذا شفت واحد مثلا من غير ملابس معناتها مغفرة الذنوب إذا شفت كذا معناتها كذا لا هي مو مسألة حسابية هي لتفسير حتى تختلف من شخص إلى شخص يعني يذكرون كمثال مشهور إنه واحد جاء إلى عالم مفسر وقال أنا رأيت أني أؤذن فقال له معناتها أنه راح تقطع يدك واحد ثاني قال أنا شفت في المنام أني أؤذن فقال أنت ستحج فبعدين الناس يسألوا هذا الشيخ قال عجيب يعني نفس الرؤية هذا يؤذن هذا يؤذن بس هذا قلت له يقطعون إيدك والثاني قلت له تحج؟ قال لي نعم اللي قلت له ستقطع يدك هذا إنسان فاسق فتذكرت قوله تعالى فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لا سارقون أما الإنسان الثاني صالح فتذكرت قوله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاله وعلى كل ضامر يأتي من كل فجن عميق فشوفوا شلون نظرة العالم في التفسير هذا الإنسان يكون عنده يعني نظرة بعيدة ليس لكل أحد أن يفتح كتاب تفسير يحفظ لك المتين وفسر للناس ويعلمك من تأويل أحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم فرب العالمين أتم النعم عليه وعلى آل يعقوب عليه الصلاة والسلام يعني قد يكون هذا بالاستفاء وأنه جعل فيهم النبوة بل أن كلمة بني إسرائيل هل تسم ليعقوب عليه الصلاة والسلام ويوصف من بني إسرائيل اسم آخر ليعقوب هو إسرائيل وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويله حديث ويتم نعمته يعني يصطفيك ويجعلك رسولا نبيا يعني ترى هذه الأمور صارته هو صغير لمحي ما صار نبيا ولا رسولا كان صبيا صغيرا يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى آل يعقوب طيب يعني يقول أنه من نسل يعقوب أتم الله سبحانه وتعالى عليه من نعمة أنه جعل فيهم أنبياء وهنا لفتا أن الإنسان يعني ينبغي عليه أن يسأل الله أن ينعم عليه ويتم النعمة عليه يعني مو بس أن يا رب أنم عليه بكذا وكذا أنه أتمم عليه هذه النعمة وجعلها مباركة وتستمر في نسلي كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق من الأبويك؟ إبراهيم وإسحاق يعني ممكن أن يطلق على الجد أب أنا جدي يمكن أقول عنه أب أو أبو جدي أقول عنه أب ممكن وممكن يدخل العم من الآباء ممكن يدخل العم على الآباء مثل ما ذكر يعقوب عليه الصلاة والسلام في صورة البقرة ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فشنون دخل إسماعيل مع إبراهيم وإسحاق؟ من أبو يعقوب؟ من أبو يعقوب؟ إسحاق ومنه جدة؟ إبراهيم إبراهيم طيب وما علاقة إسماعيل بيعقوب؟ نعم؟ عمه لا أبي شنو علاقة إسماعيل بيعقوب؟ عمه فسمى الله أبا فممكن كلمة آباء يدخل منها من؟ العم ممكن طيب في هذا المساق ممكن طيب كما أتمها على أبوك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم كل شيء حكيم لو حكمة في أفعاله إن ليش يصير هالشيء؟ وليش ما يصير هالشيء؟ رب العالم الحكيم أنت ينبغي عليك أن تسلم لا تقول ليش وما ليش؟ أنت سلم يعني طبعا هذا أمر عظيم ومهم جدا إن في بداية الصور رب العالمين يذكر أهل اسمين عنيم وحكيم لأنه ممكن واحد يقول ليش قطوا يقول؟ ليش رب العالمين سمح ليخوة يوسف أن يقطونا في الجب وأنه يفتن عن طريق النساء وأنه يصير كذا تلا تقول ليش؟ لازم أنك تسلم له حكمة رب العالمين ما نعلمها شيء مننا نعلمه وشيء ما نعلمه فهذا ضروري إن الله ذكر اسم الله العليم من حكيم توقف عند هذا الحد إن شاء الله نكمل الباشر وبعد صارة العصر إن شاء الله نكمل اللي خليناه العام اللي هو الشماء المحمدية إن شاء الله شكرا لكم شكرا